أهلا بحضراتكم من جديد مستمرين في الغربال وما فيه وما فيه الحياة من جنوب أفريقيا لأنه وإحنا هنا سعداء جدا ببيتس وموسيماني شايفين تجربته الهيلة جدا مع الأهلي المشروع الكبير اللي المهندس عادلي أشار إليه ألاقي في جنوب أفريقيا بدأت بعض أصوات الغضب وربما الغيرة شوية من نجاحات موسيماني في القاهرة صحيفة نيوز تشانت في جنوب أفريقيا ارفعوا أيديكم عن موسيماني هو ليس خائنا ده في الإشارة إلى أنه تركوا لسانداونز في هذا التوقيت قبولوا التعاقد مع النادي الآلي واضح أنه الناس حسد بالفراغ اللي سابه فبدأ الاتهام على أنه سابنا هو كان مضى أنه جدد خمس سنين معه وهو ما قاله يجي سبع ثمان سنين معه فكانوا مش متخيلين كانوا كان بالنسبة لهم زي حالة جوسي معانا كده مش متخلين اليوم اللي حييجوا حيسيبهم ويمشي مهم وده حصلين على فكرة هاي آآ بتفضي المنطقة مفتقدوا يعني كل شوية حتى كل ما جيلك مدرد حيكرر تجربة جوسي هو ده بنسبة لهم وخد أفضل آآ مدرد فهما عندهم طبعا ضيق يعني يومها نيوز تشانت قالت آآ أنه مسيمان تعهد بأنه يستمر ارتباطه لمدة خمس سنين لكن أول ما جاله عرض النادي الأهلي الصحيفة قالت أنه كانت المسألة يصعب رفضها وأنه كان ليه حق لما قال العقد الأهلي نعم لأنه ما كانش أبدا في مقدوره رفض هذا العرض من النادي اللي وصفته صحيفة نيوز تشانت أنه أكبر أندية القارة وحقق نجاحا كبيرا بعيدا عن إنجازاته المحلية وأنه قاد العملاق المصري إلى نهاء دور الأبطال بعد ما فاز خمسة واحد على الوداد المغربي زهابا وإيابا وقالت أنه وجوده في القاهرة ومع ناد القرن الأفريقي فرصة كبيرة للمدربين في جنوب أفريقيا للخروج من نطاق المحلية وقالت نيوز تشانت في تقريرها أنه مو سمان البالغ من العمر 56 سنة يمكن أن يمتد عمره في الملاعب لعقد آخر إن شاء الله وأنه كرة القدم في جنوب أفريقيا كانت في عزلة رياضية وبتعاني من هذا الإنعزال عن المجتمع الدولي لغاية 96 بسبب السياسات العنصرية وها هو بيتسو مو سماني يفتح الأبواب الخارجية لكرة بفانا بفانا عشان ينتشروا في القارة ده هو كمان أشار إلى آه إن في حقبة سابقة كان النجوم بتوع جنوب أفريقيا يخزوا أوروبا آه وبعدين انحصار حصل انحصار فياروا في وجود مو سماني وتجربتهم على أهلي هو عودة إلى هذا التألق ومكانة الكرة الجنوب الأفريقية إلى الساحة العالمية من خلال تواجده مع النادي الأهلي وده بياشي بإيه؟ نظرة التقدير التي يراها النقاد والمختصون آآ والمسؤولون في آآ جنوب أفريقيا لنادي الأهلي وهي نظرة لا تختلف عن معظم القارة الأفريقية يعروا الأهلي دائماً متحدثنا عنه في حتة آآ حتى في شمال أفريقيا شوفنا سيد عسام الشوالي وآآ 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 وخليف وآآ وطرابونس وغيرهم ومعالقين والمراقبين إذن يعني هو هو الأهلي الحقيقة مش وهو هنا ما بينتفتش الليل الصغائر ويقعد ينشغل بالمعارك الصغيرة لا لا ترفع عالمي مش محتاج انه ينشغل وعنده مهم